السلام عليكم البنات والميمات ولي كيف يرين لبس عليكم كانت تمنى تكونوا باخر وعلى خير ويلقاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في احسن الاحوال مع فيديو جديد جيت عند ماما البنات جيت عندنا واحد ضيفة عزيزة وجيت نشوفها عرضت عليها تجي لداري ولكن ما بغيتش قلت لك ما نجيش هايا امي جيت عندنا مش شاوية مسكينة وهكا عرضت عليها قلت لجي عندي لداري نجي لكم الضيفة واذاك يلا بنيتي قلت لجي عند ماما نشوفك ومزروبة جبسة جيت بالزربة وبغى تمشي قلسي معنا امي سلمي على البنات السلام عليكم ابنيتي كديرين يا كلابس والله يتوقكم الخير والله أعطكم امي انت صحيحتكم واجيت عند ابنيتي نشوفها كتفطاليين ومن اللي جيت عند ولدتي صيف طوني جيت عند ابنيتي جيت عدي السنة بنتين سكينة جدر قدية فرحانة الله يرضي عليها الله يرضي عليها امي الله يرضي عليكم ابنيتي الله يتويكم الخير امي امي وا ان شاء الله والله سنتشارك معكم هذا النهار وما ترى صفحة قار ثانية امي شنية وليس شيء كين عندما ما شنية وليس سبحان الله ما لقيت من انت قار ثانية من وجهها وحدة هنا وحدة هنا وحدة هنا ايو مش مشكل مهمة شاركو هاد نهار ما ملقيت جاب دلد جاج فغت تدير المرايقة اميرا اليوم ثلث ياملو ربعيام بجي ربعيام بجي ربعيام بجيت ايو و جيت هاكاية ان شاء الله حتى نديرولي هاد ديافة داروري تلعشة لقيت ماما جاب دلد جاج و غد ادير المرقب الخضراء والدجاج لقد اديري لنا انت المرقب موانا في المكان جي عند ماما انا اللي كان طيب قتقولي يا طيبين غندير لي مرايقة بالدجاج و غندير هكا شي حاجة الكثكروب ان شاء الله نشاركه معاكم و ضيافة الليل ان شاء الله ستقولي يا امي شنو بغاتني ندير لي اللعسة ندير الحريرة امي ندير الجاج محمار ندير ليكم الجاج محمار هل من يريد ندير الحرير أمي ندير الى الحرير غلق ندير الجاج محمار حيث أن للشرطة ساعلية يا امي عبر سنكتنا قتل يا راجل يجيبك حتال الدار ولغتي يجب أن تروني هنا ونرى إن شاء الله آمين الله يجعلك لنا حتى ممي عزيزة علينا على حانا نختي حانا رمكينا شهنة معانا راكينا في بره المهم غنود نصيب اليوم الأغذية والمريقة ونرى ندير شي ندير لمميشي كيكا والعشاء الضيافة ستكون في العشاء إن شاء الله دروري نعم هنا دخلت الكوزينة لتوجد الإغذاء فأنا نجد جميع المريقة قلت للي أنت لدينا المريقة اليوم وأنا لنأتي عند ماما لنجمع البيوت ونجمع الطيبة ونرى أنت طيبة لأنا الطيبة ونرى أنت لدينا الطيبة المهم هنا هي المريقة لليها ونرى أن تكون مريقة ونرى أن تكون مريقة ونرى أن تكون مريقة قياس التجاج حسب الأسرة نصف صغيرة سكينجبير ، نصف صغيرة لبزار ، نصف صغيرة لبزار ، نصف صغيرة لبزار نصف صغير ثلاثة ريوز ثلاثة ريوز عضل ثلاثة ريوز يروح ثلاثة ريوز ثلاثة ريوز ثلاثة ريوز نضيف الزيت الرومية و البلدية تقريبا نصف كاس مخلط بيناتهم بجوج نضيف الكوكوت في البطاعة لعافية لتقلى يجب تقريبا واحد كويس للماء صغير يتقلى الدجاج مع العطرية ينضيف البصلة و الربع ثم تقريبا في الأول نضيف العطرية بالزيت و الثومة ينضيف البصلة و الربع سوف نزيد البصلة وربيع وربيع قصبره مع النس مقطعين قطعته كثيرا كينا البقولة عندما نشحرها قطعت في مرة واحدة البقولة والمريقة ونشحر البصلة مع الربيع ونقليه مزيان مزيان ونقليه مزيان مزيان يتشحر ونقليه الخضيره كامل ونستعليه البوطة هنا يريدون نصف ضويمة الزعفران ونقليه مزيان بيضاء ونقليه الزعفران ونقليه الزعفران هنا أقليه نصف ضويمة الزعفران وكنت شربه البزاعة ونقليه في زهرار ونقليه طويلة ما يجعل الدجاج وطاق اللون الملحة ونقليه اقدم الغربة استخدامة فرتيتها ونقره اللون والبنا وصافي سوف يشحر ملا ثم نشحر ونقليه الخضرة هنا هي البنات أقليه ونقليه ضروري نبقى لأسفالك نشتغل طياب ونخلال الجلبان فلوحص بلد دعاة التقاطية نعب المرض ضبافات تبقى جيدة تبقى جلبانة ترويها بشوية المسخون رديت المقراج فوق البوطة سوف نروي بها المريقة لا تكترون الماء تبقى الجهد سوف تحبس نقص على البوطة ونجعل المريقة تطبع خطرها سوف نستر خطرها لا تجدها لا تجدها لأجل المرقة مهمة هنا تبقى البوطة تبقى بطلاجة ومعرفة بطلاجة لتحرقها تبقى بطلاجة هنا تبقى بطلاجة تبقى بطلاجة ونظر الثماء لدينا تبقى بطلاجة لدينا ميزة على ضد ججريوس تبقى بطلاجة الفرق ويقومون من خلال امرت تماما لتحرق البقولة لنقى نستمر مع الثماء كمون الملحة السودانية الحامض نعصر الحامض نصير حامض الملاحة نحن نقر بشكل ملك نصير حامض الملاحة 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 اضافة مريقة اليومية تحلوه و تحيدو الغلاقة الكوكوط و تخطيرها لتخطيرها سوف نضيفها في الغداو هنا لدينا الكيكا لدينا الكوكوط مكتوبة على موقع كوكباد لدينا كنشاركو معكم البنات هو اكبر موقع للطبخ بالعالم العربي كده مجموعة من الوصفات و مجموعة من الطباخين من جميع انحاء العالم كنشاركوهم الوصفات ديالي الوصفات المتميزة و زبينة كنشاركوهم معاكم طريقة تحميل التطبيق سهلة بزاف كيف مشوه كندخلوه على أب ستور ولا بلاي ستور كنحمله التطبيق كندخلوه من على الفيسبوك ولا الايميل بسهولة كيف ما كنشاركو معاكم و غتدخلوه على السفحتي سناء الخوخي شانيل غتلقوه الوصفة ديال كيك الكراميل راني شاركتها معاكم في الموقع بالتفصيل بالمقادير و بشرح مفصل على طريقة التحذير يعني في اي وقع تبغيتو ترجعو غير الوصفات ديالي غتلقوهم مكتوبين على التطبيق و نكبرو احتحنا يا الساحة ديال الطبخ المغربي على هاد الموقع هذا لانه كده مجموعة من طباخين من جميع انحاء العالم و علش الله منكبروش حتى احنا المغربية نشاركو وصفاتنا الطبخ المغربية اللي لا يعلى عليها البنات و نكبرو الساحة ديالنا على هاد الموقع هاد الساحة المغربية مهم البنات يمكنكم ترسلو لي حتى تطبيقات ديالكم اي وصفة تجربوها ترسلو لي التصور تحت من الوصفة اللي جربتو و نشوف تطبيقات ديالكم حتى انا المهم هنا يا البنات سوف نجد معكم الكيك كيك اقتصادي و يجي خطير خطير بمعنى الكلمة بسلسة الكراميل يعني ش حاجة واعرة مهم في المعذاق و في الشكل و في كل شي يا البنات واقتصادي بزا بزا مهم هنا يخديت مولينيكس كتتاخدو اما مولينيكس ولا كتخدموه بالطراب الكهربائي هنا انا ماما عندها مولينيكس مهم انا في دارك يعجبني نخدم بالطراب الكهربائي هنا هنا نخدم بمولينيكس جوج البيضات قبيصة الملحة ساشي الفاني كاس الاروب سكر سانية سوف نخلطوه مزيان اكاف مولينيكس بعد ان تجدونا بيض و السكر نضيفوه كاس الاروب و نستمرو في الخلط اخلطوه مزيان حتى ينساجم بعد اخلطوه زيت نضيفو كاس الاروب بمهم البنات على عبار بنفس الكاس كاس تعبرو به كل شي المكونات سوف نخلط الخلط في إيناق سوف نخلط الزيت و الحليب من بعد تحين دائما بالطراب أو بالمولينيكس تخلط المكونات السائلة و نضيف تحين تحين حسب الخالط تقريبا كيسان مع مرنج و كاس و كاس لاروب تقريبا كيسان مع مرنج و كاس لاروبع و خمالات حمرين سوف نغرب كل شي و نخلط نخلط اضيف الطحين و خميرة نضيف مول نضيف مول نضيف مول شعلت الفران على 180 درجة فران العادي كيك ديما على عفية مهيلة شعلت بليات نفخات ونطفيها ونشعلها ملفوق ونخرجها ادخلها إلى الجمال وننضجها ونضفيها ثم نضيفها لنضيفها ونضيفه ثم نضيفها بعد أن تحمر فران العادي ثم نتعود الكيكا لكيكا قصص الكراميل نضيف الكيكا نضيف كاس لارو بسكر سنيد نضيفه على عفية مهلة نقص في غبش غبش نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب تعالي بwagen يحضر زبدة احسن تكون هكا زبدة اللعبار و الزبدة البوطة بشك تعطي المادا قزوين هاد السوس كراميل سافي كيف مشتوا الابنات كي بدا يغلي بحلاكا ويختار غنحيدوا من فوق البوطة مهم هنالبنات حيت السوس كراميل غننخويه فوق من الكيكا كيف مشتو كي يكون بقي سخون قبل ما يبرد هو البنات مني كي يبرد راكي عقاد غيرتحيدوه من فوق البوطة خويه فوق من الكيكا كان خويه البنات وكان قدوا هكا الوجه دي الكيكا بمعالقاكا تحاولوا توزع هاد السوسة الكراميل على الوجه دي الكيكا كامل كيف مشتو بطريقة سهلة سافي هنا يدوبت شكولات بيض خمسين قرام البنات دي الشكولات بيض كتديروها في شيز ليف وكتديروها كيف فوق كنا ندير انا غيف الفم دي المقراج كيكون في شوية الماء كنشعل عليه سخون وكتديروه في حمام مريم سافي دوبت خمسة المورصويات درهم دي الشكولات بيض كتدوبوهم في حمام مريم وكتزيدو عليهم واحد دانون ديال درهم ولما توفرش ليكم هاد دانون ديال درهم ديرو نص علبة يعني ذاك دانون ديال جوج درهم غير نص ديالو ويكون ديال فانيا البنات داروري كل ديالو بيض سافي غدا نخلطوهم زيان مع الشكولات حتى كي نساجم وغنخفف هاد الميكا هادي كنجمعها وكتديروه في شي بوش ومن الاحسن ميكا كي ندوز خطوطه على صلصة الكراميل كيف ماشت وخطوطها هاكا نيشان كي جي لبنات دزين هادا غير دزين وكي بقى ختياري يمكن لكم هو كي عطي ما دا قزوين وكي عطي ما درزوين ولكن دزين كي بقى ختياري بعد ما البنات دوزت خطوطه ديال دانون وشكولات ناخد هاكا شيعود ولا كي يغضو وقد دوزوا هاكا خطيطات كتديرو على شكل ميلفاي بحل تزين ديال ميلفاي بقى هاكا خط كده وخط كتجيبوه حتى كد يجيكم وحد ديكورزوين في الكيكا وغتلقوا الوصفة مكتوبة على موقع كوكبادا البنات في اي وقيت تترجعوا لها غتلقواها مكتوبة هنا يا البنات في العشية العراضة كنت بغى نجيب اللحم وندير العراضة هاكا الممي ندير لها اللحم بالبرقوق وندير شاش ليدا صافي معك لو المرقة في الغداء ودالوا القديم زيان ما قدروش على المرقة باللحم قلت ليا انا ضروري انا بقى لاغي غداء قلت ليا ضروري غادي تشوفي شي حاجة بغيتان نديرها لك تشاهدت الكفتة هاكا يجبت واحد جوش كيلو دي الكفتة دي البقري واضحناها وقد ندير لي هاكا الكفتة مع شليدات صراحة انا كنت بغيتها تجي عندي ونوجد لي عراضة نيت على حقه وطريقة مع مسكينة تجي عندنا مره في العام يعني مسكينة كان بغيتها تجي هاكا تفواج ودخر شوية ما قدرات مسكينة اصلا عيانة ايه وصفي قلت ليا ماشي مشكي نجي انا نشوفها وهاكا ندير لك العراضة عندما مصرح قلت ليا ندير لحم بالبرق وقد ندير دجاج محمر صافي هي تشاهدت الكفتة قلت ليا اختار اللي بغيتي ضيب هاكا الكفتة الليبنات شلت عليها لبصلة الربيع وقصبر ومعدنوس قلت الكامل قصبر يابس لبزار الملحة تحميرة صافي وهاد شي كندير فيه شوية سكين جبير نشرمها بأكا ملحة مع البصلة والربيع ومملك في السر وهي هي القصبر يابس ومطحون قدروا ببزار الكامون توفي والكامون والحميرة وشوية السودانية سوف نشرمها بأكا ملحة جيدا كيف يمكنك فرصوه بلاد و نضر الصافة في هذه الأصدقاء الأخيرة يدعون البنات عشاية لا تأخذ بطناة سأقوم بعمل الطريقة و لكي ننزل جيدا قوم بعمل الحرار بطفاة نقيت كموغفة و کوئة ثقافة لتعرفة كموغفة المطلوبة لتعرفة كاملات بنا نقيت كموغفة أكثر من الصفحة نقيتها و حكيتها في الحكاكة و حكيت جوجة تفاحات هنا تصفحة تفاحة و تقريباً تصفحة و تصفحة تصفحة و تصفحة تصفحة و تصفحة تصفحة و تشاهدتها على البارباء و تصفحة تصفحة قمت بالنسبة للغليدة نقيتها وغسلتها وحكيتها في الحكاكة الغلايدة ووجوش تفاحت كبارتها وما حكيتهم في الحكاكة الغلايدة والربيع قصبروا مع نوسها كم قطعين ورقاق صافي وهاي شلادة كتجي ووعرة هذي اللي جربتها البنات الدعم معي كتجي ووعرة هذي صراحة طريقة ديالخذيتها من عند مرات لوسي كانت وجدتها لنا في العيد الكبير صافي وعجباتني ولت معتمدة عندي ولتها كديمة كديمة كنوجدها في المسكن عندي الباربة كنوجدها هنا شلادة عادية بالبصلة وماطيشة والخص درت معاقي شوية الملحة شوية البزار الخل وشوية الزيت شلادة ديالنها العادية كنت بغى ندير شي شلادة كبيرة ولكن لم يبقى تكتب لي صافيها بنيتي أراكم عارفين المهم هكا يا درت لها شي حاجة ضايفة بشي حاجة وصافي تعجبني صراحة ملي تجي نعرض عليه هذي ما كتجي عندي كندير لها القود ديال حقه وطريقه وكنديروا العشاء وذك الشي ولكن ما قدرتش المهمة الكفترة شوينا البنات كيف ماشتوا وقلينا الفريت وكنت ديال عشيوة ديالنا ولها ديال ضيافة اللي درت الممي تقبل عليا ماشي ضيافتها تستاهل كتر إن شاء الله مرة أخرى جيل عندي الدار جديدة وندير لها ضيافة نيت على حقها وطريقها المهمة البنات كنت مني يكون عجبكم الفيديو وعجبكم هاد النهار هادا كيفما دوستو معايا هنا يا أكرمو كيتلقى مع بنت خالي كيعجبو الحالي يجي هنا يا كيلقى دك شي اللي يبغى مهم كانت هدية العشيوة ديالنا اللهم أديمها نعمى وحفظها من الزوال يا رب وهي هذه المهمة ديالله يخليها ويحفظها لنا يا ربي وهنا غيث لي الفيديو ديالي معاكم سلام عليكم البنات ونطلقوا في فيديو جاي إن شاء الله